أهلا بحظاتكم جيد كنا بنقول قبل الفاصل على المكانة الدولية والعالمية للنادي الأهلي بمجرد إعلان القرعة عبر فريق منتيري المكسيكي عن ساعته بالقرعة لكنه أبدأ احترامه شديد جدا لمواجهة النادي الأهلي وذكر خفير أجيري المدير الفني للفريق المكسيكي قال أن أنا أعتقد أن مباراتنا أمام الأهلي ستكون ممتعة مصر تحمل لنا ذكريات جميلة وقال من المبكر الحديث عن تلك المباراة الآن لكن سنستمتع بالمشاركة في كأس العالم الأندية وقال أننا فخرين وسعداء بالمشاركة في هذه البطولة ومواجهة الأهلي بطل أفريقيا أبو قلت لك من جزء من الصعوبات أنت ستواجه مدرب عارف لعبتك لمعظمهم دوليين بس سيلاقيهم ولا سيلاقي ناس تانية أنا مش عارف يعني دلوقتي سيلاقي مين سيلاقي مين مسألة غريبة جدا ويتخليك الحقيقة طب إزاي أنت وإنت قاعد كده بتراقب الأمور يا أستاذ إبراهيم مش عارف تعلق ما بقى لك المسؤول هيجهز إزاي وحيحضر إزاي اللعيب حيركز إزاي وحيحط الهدف ده قدامه إزاي ده كابتن الجواري كان بحفظ اللعيبة قبلها 3-4 شهر الفرق اللي حيلعب الخصم بيتحرك إزاي يحطوهم على المراية حتى قابل فلان ودي تاريخ حياته وعيد ميلاده بيحب إيه وبيلبس إيه وبيأكل إيه بحيث إنه لما قابله أكن واحد صاحب عارفه مفيش رهبة عشان يزيد الرهبة منه فالنهاردة بتلعب ظروف مجهولة ظروف كمان مش فرع بقى هو عارف عنينا كل حاجة وإحنا مش عارفين حاجة إحنا حنروح بقو نلعب بمين ونعمل إيه طبعا كون إن أجير لك المدرب المنتخب ده بالنسبة لهم ميزة زي إنت لو كنت إنت مثلا جايبوا المدرب بتاعهم بيمرنك هتبقى ميزة هي في الآخر لو إنت فرقيت الجاهزة ومستعدية لإستعداد الكافي أنا بحب المطشط الصعبة طول عمر أقول لك كده يعني هل مرة ده إن شاء الله هتفرج في الملعب زي النبل اللي فاتت هو إحنا هنروح إن شاء الله بإذن الله طيب ده كان كلام منتري وتعليق مدير الفن خفير أجيري على الأرع مع الأهلي في كاس العالم للأندية هذه البطولة اللي حصل فيها هذا التصادم الشديد مع موعد كاس الأمم الأفريقية فحتى يتدخل الاتحاد المصري ويزيل هذا التعارض ترجمة نانسي قنقر